بسم الله الرحمن الرحيم ونكمل يا شباب بإذن الله الشرح البسولوجي في شابطر جديد اسمه Hemo Dynamic Disorders Hemo يعني دم Dynamic يعني صرايان أو حرك يعني ديه Disorders بتحصل أثناء صرايان أو حركة الدم الشابطر ده هوت زي ما عملنا كده في أول شابطر وطاني شابطر بنقول الشابطر هيمشي إزاي الشابطر بتاعنا في Hemo Dynamic Disorders هنسمه الجزئين أول جزء Disorders بتحصل نتيجة لأوبستراكشن للبراطفلو يعني صرايان الدم حصل لأي سدة مثلا في البراطفل وDisorders حصلت نتيجة لتغير حجم الدم يبا ثاني الشابطر بتاعنا هنقسمه الجزء أول جزء نتيجة Disorders حصلت نتيجة لأوبستراكشن للبراطفلو وDisorders حصلت نتيجة لتغير حجم الدم أول جزء هنشرح تحته أربع عنوان والتاني الجزء هنشرح فيه أربع عنوان الجزء الأول هنشرح فيه والسرومبوزيس والإيمبوليزم والإسكيميا والإنفاركشن الجزء الثاني اللي هي يعني تغيرات في حجم الدم هنشرح فيها هنشرح فيها هنشرح الجزء الأول في فيديوهين بإذن الله والجزء الثاني هنشرحه برضو في فيديوهين يبا ثاني هنعيد عن مقدمة عشان نكون عافين هنمشي إزاي في الشابطة الشابطة ده هوت اسمه الوبستراكشن للبراطفلو ودسؤوردر سحصلت نتيجة لتغير حجم الدم الوبستراكشن للبراطفلو هندرس تحته السرومبوزيس والإيمبوليزم اسكيميا إنفاركشن دسؤوردر سحصلت نتيجة لتغير حجم الدم هندرس الهايباريميا والهيموبيج والشوك والإديمة كل عنوان من ده بإذن الله هندرسه بالتفصيل طيب في ملحوظة كده قبل ما نبدأ الهايباريميا هي زيادة في البلاطفلو الاسكيميا هي نقص في البلاطفلو الاتنين دول يعني هنشرحهم بإذن الله بالتفصيل في ملحوظة تانية وأنا لو عندي حت الدم كده دم متجلط هقولك سميلي الدم ده يعني اسمه إيه؟ احنا عندنا اسمين سلمبوزيس وعندنا بلاطكولوت هيكون بقى التسميه على حسب إيه؟ إما ان هو بلاطكولوت أو سلمبوزيس على حسب إيه؟ هتخطب على حسب المفوت تسن سواء تقولي الدم ده هوت متجلط فيه داخل الجسم والله بفر الجسم لو بفر الجسم بسمهلك إن فيترو يعني خارج الجسم إن تستي تيوب مدينك مثال على كده في التستي تيوب قم ببط الاختبار لو تجلط بداخل الجسم بسمهلك سلمبوزيس ثاني الدم ده هوت لو تجلط خارج الجسم بسمهلك بلاطكولوت زي مثلا واحد ياخد عين الدم وحطه الدم في أنبوه باختبار بعد كده الدم ده هوت تجلط ساعتها هسميلك شوية الدم اللي تجلطه دول بلاطكولوت تمام؟ بعد كده السلمبوزيس ده أول عنوان بإذن الله هنشفح يعني إيه؟ يعني تجلط الدم داخل الجسم هي عملية تكون في السيركوليشن سلمبوزيس هي اسم العملية هي عملية تكون في السيركوليشن طيب الجلطة نفسها اسمها إيه؟ اسمها سلمباس اسمها إيه؟ سلمباس طيب جلطات أو جمع جلطة إيه؟ سلمباي يبتان إحنا عندنا كده تلت مصطلحات سلمبوزيس ده اسم العملية سلمباس ده جلطة جلطة واحدة سلمباي يعني إيه؟ كذا جلطة إيه الأسباب اللي تؤدي التكوين سلود ماس في السيركوليشن؟ عندنا عالم اسمه فيركاو فيركاو ده هو توضع لنا تلت أسباب تلت أسباب سمينا الثلاثة دول أو عمله زي مسلس كده سمناه فيركاوز طريات فيركاوز طريات أول سبب من الثلاثة هو الاندوسيليا الإنجي حصل أي إصابة في الاندوسيليا إيه هو الاندوسيليام؟ اللي هو الخلايا اللي بتغطي وبتبطن الوعاي الدمه من الداخل حصل فيها أي إصابة زي مزلا حصل إنفلاميشن إنفلاميشن في الأرتبي بسمها لك أرطبيتس إنفلاميشن في الفين بسمه لك فيربة يتس يعني موجودة بداخل الجسم ممكن تكون إكسوجنس يعني جاية من بب worth الجسم اكسوجينوس كيميكال ايجنت زي الصجر دي سموك الناس كلنا عارفين ان الناس اللي بدخنوا بيكونوا اقصر عرضة للجلطات اكتر من الناس العادي طيب الاندوجينوس كيميكال ايجنت زي يمين زي هايبر كوليستروليميا يعني زيادة نسبة الكوليستيرول في الدم اندوتوكسل اللي بتفرزه بعض البكتيريا ادي دي الاسباب اللي تؤدي الى في الاخر الاندوسيليا الانجري ان يحصل اي ديزيز او انفلاميشا في الفيزي الوق والكيميكال ايجنت سواء كانت اندوجينوس وسواء كانت اكسوجينوس ده كده اول سبب من التلاتة تاني سبب معانا هو سلونج اوف سيكوليشن حصل بطء في حركة وصفان الدم بطء في حركة وصفان الدم هتحصل نتيجة ايه عايزك في الحطة الفاضية دي تكتب لكده اكتب لو حصل اي ضيلاتيشن فيه مش ادي ايه ثلاث اسهم كده لو حصل اي ضيلاتيشن فيه اول ساهم اكتب في الهارت لو حصل اي ضيلاتيشن في الهارت يؤدي الى كاتب لك هنا ومدي لك مثال الضيلاتيشن اللي بيحصل في في حالات الميترالستينوزيس يعني مايترالستينوزيس يعني دي في الصماء دي في الميترالفالف هيؤدي الى فانت عرفها ده مجرد مثال يعني انت احفظ بس ايه لو حصل في الهارت يعني ثاني واحدة لو حصل في الفين لو حصل في الفين بسمه لك يعني دوالي الساقين ايه تعرفها اربع كلمات احفظهم زي اسمك ليه لان هما بتكفروا في الامتحانات هيحط لك اللعباح كلمات دول ويقولك هم مين فانت عرفهم دي دوالي الساقين عبارة عن عبارة عن متسعة يعني متعرجة اسمها دوالي الساقين ثاني التعريف Dylated Elongated Toshuos Vein اسمها Varicose Veins طيب ثالث سهم معانا لو حصل Dylatation في الأرطري يؤدي إلى حاجة اسمها Aneurysm Aneurysm دي هنشرحها بالتفصيل والأنواع بتاعتها في مدول CVS بإذن الله اعرفها بس حاليا لو حصل localized Dylatation للأرطري يؤدي إلى Aneurysm وتعالا نشوف الصورة بتاعتها دي الأنوريزم دي الأنوريزم هي عبارة عن localized dilatation للأرطري الأرطري كان ماشي 100 مية فجأة حصل فيه زي كل كاعة كده زي حباية مثلا كده طلعة من الأرطري دي اسمها Aneurysm هي عبارة عن localized dilatation للأرطري حالو يابقى ثاني لو حصل أي dilatation للهارط فحاجة اسمها Dylated Cardiac Chambers لو حصل أي dilatation في الفينز بتؤدي إلى Varicose Veins لو حصل أي dilatation في الأرطري تؤدي إلى Aneurysm الثلاث أسباب دول يؤدي بيعملوا في الآخر Slowing the circulation في سبب رابع معنا هو الهارطفيلية Ant Prolonged Recompense يعني Berlonged Recompense ديت يعني الإقامة في السيريب لفترة طويلة واحد مثلا عمل عملية وقاعد مثلا أو مجبس مثلا لمدة 6 شهر ما بيومش هدي كده من السيريب الكلام ده كله بيعمل برضه Slowing the circulation ويؤدي في الآخر أو من أسباب تكوين السرومباس تمام ثالث سبب معنا هو يعني يعني زيادة قابلية الدم للتجلط بتزيد القابلية للدم أن يحصل في تجلط بسبب والله يبص هو في توازن ما بين في توازن في الحالة الطبيعية أن في توازن ما بين اللي هي عوامل التجلط في الجسم والانهيبتورز بتاعتها اللي بتوقفها عن الحد بتاعها يبقى تاني في توازن ما بين وما بين لو زادت القوة ساعتها ممكن تعمل لجلطة لو قلت ساعتها ممكن تعمل لجلطة يبقى توازن في الحالة الطبيعية هيحصل خلل في التوازن بزيادة أو نقص ده بيعمل ل وبالتالي يؤدي إلى حدوث تمام من دي لك هنا أمثلة زي من زي الفايربينوجين ده بيتكون في البرجنانسي أو بيزيد في البرجنانسي وبعض أنواع الكنصة وزي البروس الديكريز دي في الكوة جوليشان انهيبتورز زي مين زي الانتس رومبن سري تمام السبب بعد كده انكريز في البلاط فيسكوستي يعني لزوجة الدم زيادة في لزوجة الدم إيه اللي هتخلي لزوجة الدم تزيد بص عبسطالك بقى بأن احنا عندنا كوباية عصير منجة أو فراول كوباية عصير فراول العصير هيكون خفيف إمته لما انت بتزاود مي هيكون تقيل إمتى اللزوجة بتاحته هتزيد إمتى لما انت تزاود فراول وتقلل المي يابتان احنا عندنا مي او فراولة? هتزود مية? يبقى اللزوجة كده هتقل. هتزود الفراولة ان انت عامل بها العصير وهتقلل مية ساعتها ايه? اللزوجة هتزيد. نفس الوضع. لما اقول لك اللزوجة الدم زادت. اللزوجة بتاعت الدم زادت. يبقى ايه السبب فيها? ان بسبب زيادة عدد اللي هي ديت تمثل الفراولة كده في العصير. او نقص المية في الدم. نقص السوايل في الدم. يبقى اما انت تزود او تقلل حجم السوايل في الدم. زيادة عدد دي حالة بسمها لك بولي سايسيميا. بولي سايسيميا يعني زيادة النمبر اف اف بي سيز. يعني نقص في الفلويت. يبقى كده الحمدلله خلصنا الاسباب بتاعت. تلات اسباب. اندوسيليا الانجري. سلو انجل السيكوليشا. طيب نخش بعد كده في الطيب زوف. لها انواع اكيد. لها انواع على حسب ايه? تلات حاجات. على حسب الكلر لونها بنسمها ممكن على حسب المكان اللي حصلت فيه. وعلى حسب هل موجود ولا مش موجود معها انفكشن. على حسب لونها فيه منها نوعين. ويت وريد. وفيه نوع ثالث اللي تلوها ميكسيت. اللي اتنم مع بعض. ويت قلر او بيل ديت ساعتها السلومباي بتتكون من فايبرين ومعها بيلاتليتس عشان كده لونها ابيض. انما الريد دي بتتكون من فايبرين ومعها اف بي سيز عشان كده لونها احمر. او وده كومون طيب. بتتسأل على سؤال ميسي كيو من الكومون طيب. الويت ولا ريد ولا اللي اتنم مع بعض اللي اتنم مع بعض اللي هو الميكسيت. تمام. تاني تقسيمة معنا على حسب الصيد. على حسب المكان. ممكن تحصل فيه كابيلري. اي كابيلرس. فسميها لك كابيلري سورومباس. او في الهرط نفسه كاردكس سورومباس او في الفين فينا السورومباس. وده الكومونستي طيب. وعلى سؤال ميسي كيو. انا اعملها لك باللون ايه اتييل شوية عشان تاخد بالك منه او ممكن تتكون فيه الارترس يبقى ثاني بنا اسمع على حسب اللون white و red و mixed على حسب الصيت عندنا اربعة من اشهر واحد الفينوس من اشهر واحد في اللون الميكسيت تمام تالت اسمع معنا على حسب موجود معاها اي انفكشن بسمها لك ايه مش موجود بسمعلك اسيبتيك خلاص احنا كده الحمد لله خلصنا اول عنوان من اللبعة اللي هو سرومبوزيس تعرف تقول لي تاني ايه السرومبوزيس سرومبوزيس هي عملية تكوين جلطة داخل الجسم الجلطة نفسها اسمها سرومبوز جمعها سرومباي العملية اسمها سرومبوزيس الاسباب بتاعتها تلت اسباب اندوسيليال انجري سلونج اوف سيركوليشن زيادة في الهايبر كو اجولابلتو اوف بلند وتعرف كل واحدة امثلة بتاعتها الاندوسيليال انجري ممكن يحصل انفلاميشن ممكن كيميكال ايجنت سواء اندوجيناس او اكسوجيناس سلونج للسيركوليشن اللي انت كتبتها بايدك لو حصل اي ديليتشن في الهرط اللي هي ديليتد كاردك تشامبرز في الفينز فريكوز فينز وتعرف تعرف اربح كلمة ديليتد اولونجيتد توفشواز فينز لو حصل اي ديليتشن في الارط هيعمل حاجة اسمها انوريزم يعني اي يعني لوكاليز ديليتشن للارط ويه سبب كمان الور الهرط فيلير والبرلونجيت باكمبانس رقم تلاتة زيادة قابلية الدم من التغلق سببها اي ان في توازن طبيعي ما بين الكو اجوليشن فاكتورز وما بين الكو اجوليشن انهيبتورز لما بيحصل خلل في التوازن يعني بيزيد الكو اجوليشن فاكتورز وبتقل الانهيبتورز ده يؤدي الى وزيادة في لزوجة الدم افتكر العصي هتزود الفراولة او هتزود الاربسيز ده يؤدي زيادة اللزوج او هتقلل المي او هتقلل السواء اللي في الدم يبدئت تزود اللزوجة بتاعة الدم زيادة عدد الاربسيز دي ما سمها لك بوليس ريسيميا تمام انواع السرومبايو دي على اسئلة هي سهلة بس على اسئلة الكلر اوف سرومباس ويت دي على سؤال بتتكون من ايه من فايبرين و بليتليتس الريد بتتكون من فايبرين و أربيسيز الميكسيد بتتكون من الثلاثة فايبرين و بليتليتس و أربيسيز عشان كابسة مالك ميكسيد و دي القومون طيب قدي سؤال على حسب المكان كبيلري و كاردك و فينس و أرطيريا الفينس دي القومون استطيب وعلى سؤال على حسب في سيبتيك وفي اسيبتيك كده الحمد لله اول عنوان خلص تاني عنوان معنا هو يعني يعني مشي في الدم في حاجة اسمها يعني مشي في الدم شوف السهم يعني هنا ماشي إنما هناك كانت سابتة هناك السرومبوس كانت طالعة من الول و سابتة وقفة مكانها بتسدي في المكان اللي هي فيه إنما الإمبوليزم لا ده هي ماشية في الدم و تفضل ماشية بسط حد ما تتحشف في مكان يبا الإمبوليزم دي العملية دي نفس الوضع لما قلنا سرومبوزيس و في حاجة اسمها سرومبوس و في حاجة اسمها سرومباي هنا في حاجة اسمها إمبوليزم دي العملية نفسها سرومبوس ديت الحتة المنفصلة دي والسولنباي دي الجمع بتاعه تمام الطيبز بتاع الامبوليزم ديت مهمة شوف انا كتب لك كام الف مهمة جدا يعني دي كان السؤال فيتل عندنا وبتتقرب في كل السنين ويعتبر الطيبز بتاعت الامبوليزم وبتتسهل في ام سي كيو احنا عندنا كم نوع عندنا حوالي عشر انواع اول نوع معنا هو يعني ايه يعني ممكن السولنباي ديت تتفصل اهي اللي هي سابتة ما كانها ديت ممكن تتفصل وتفضل ما شا فيه الوعاية الدموي ساعتها بتتحول من سولنباي الى امبولاي فبسملك النوع ده ديتاتشد سولنباي يعني سولنباي منفصلة او سولنبو امبولاي ودي المستقمن وهدي اول سؤال ام سي كيو رقم اثنين ممكن الامبوليزم اللي ماشى في الدم ديت ممكن تكون نتيجة البرزايت سواء اوفا او الورم منزت نفسها يبقى بسمانك برزايتك امبولاي ممكن تكون هوا ايه امبوليزم زي مثلا اي خطأ مثلا في اي في او تركيب محلول مثلا اي خطأ ممكن يخش هوا داخل الفي فيعمل لي امبوليزم خلاص بس في شرط ايه هو الشرط ان كمية الهوة اللي بتخش ديت اكتر من 30 ملي متر ودي احفظها لان على سؤال ام سي كيو اكتر من 30 ولا من 20 ولا من 10 لا اكتر من 30 ملي 30 ملي كمية الهوة لو اكتر من 30 ملي دي ساعتها بسمعلك ايه الامبوليزم لو اصغر من كده مش بتعمل حاجة اشمعنا 30 ملي لان دي الكمية اللي بتقدر تفصل الدم عمود الدم الى جزئين يعني فيه دم هو تماشي مثلا هنا في الحتة دي ودم ماشي في الحتة دي ما بينهم حتة فاضية من الهوة الحتة الفاضية ديت عشان تفصل عمود الدم الى جزئين ساعتها لازم تكون اكبر من 30 ملي تمام الفات امبولاي ممكن مثلا في حالات البونفرقشارز او الفات الليفر زي ما عرفنا ممكن اي حتة فات كده تخش في اي فين وتعمل فات امبولاي عندنا امنيوتك في لود امبولاي ايه هو امنيوتك في لود ده السائل اللي بيحيط بالجنين اسناي البرجنانسي ممكن مثلا اسناي الولادة ممكن شواء من السائل دول يخشوا في اي بلود فيزل للام ويعمل لها امنيوتك في لود امبولاي ممكن باكتيريا او فيوساء زي ما قلنا هنا ممكن البرزيزة نفسه او الاوفا بتاعته بعد كده عندنا تيومر امبولاي هناخد بازن الله في الشرطة اللي بعده ان من ضمن يقولك مسلا ده سرطان او ورم وانتشر في الجسم بينتشر عن طريقة اي من ضمن الطرق هي البلد فممكن شوية خلايا من التيومر ينفصلوا ويمشوا في البلد ساعتها بسمها لك تيومر امبولاي رقم تمانية ديتاتشد اسورومتاس باتش فوروم أبلد فيزيل فيه حاجة اسمها اسورسكولوروزيس اللي هو تصلب الشغير اللي هو مثلا زي الحتة دي اللي هو الصفر ممكن تنفصل وتمشي فيه قدام ساعتها بسمها لك ديتاتشد اسورومتاس باتش فوروم أبلد فيزيل رقم تسعة فورين بودس ممكن تكون نيدل بلت سيديات اللي هي بصاصة ممكن مسلا يعني مسلا واحد بيركب كانولا أو بياخد حونة مسلا والسن بتاع كانولا يتقصب مسلا ويمشي فيه لوعات دمودي ساعتها بسمها لك عشر نوع والأخير هو ديت كاتب لك وده على سؤال يقول لك مين خلاص نوع مهم ديت الشرح بتاعها واحد مسلا عمل عمل وقعد في السريب لفترة طويلة الفترة طويلة دي بسمي برولونج ريكمبانس ديت برولونج ريكمبانس والهرط فيلير فاكر بتؤدي إلى سلونج للسيركوليشن فديت منضمن أسباب تكوين السرومبار فتبدأ تحصل عنده سرومبار بالتحديد في 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 الأوريدة بتاعت الرجل بتنفصل بعد كده السرومبار ديت وتروح للهرط بعد كده تروح للنغ وفي الآخر تعمل في اللنغ يعني بتتحشر في اللنغ فبسمها لك برموناري إمبوليسم برموناري إمبوليسم يعني بدية كانت أصلا في البداية خالص عبارة عن سرومبار وبعد كده انفصلت وراحت للهرط وفي الأخير راحت للنغ يعني سدت مكان هناك في اللنغ اسمها برموناري إمبوليسم تمام كده احنا خلصنا الإمبوليسم ايه المهم فيها الأنواع بتاعتها عشر أنواع فصلهم زي اسمها افضل سمحهم لنفسك وكتبهم في وراء كده أكتر من مرة ديت تاتش السرومباي ودية المست على سؤال برسط إمبولاي إيه إمبوليسم على سؤال يقول لك دي يعني كمية الهواء الدقيقة أكتر من 30 مل الفات إمبولاري أبنويتك في لود إمبولاري Infective agent تيومر إمبولار Detached أسرومنتس باتش فور إمبوليز وبرموناري إمبوليسم دي تلاص سرومبوتك أورجل كده الحمد لله خلصنا ثاني عنوان معنا اللي هو الإمبوليسم خدنا الإمبوليسم وخدنا السرومبوز ثالث عنوان معنا والأخير في الفيديو بتاعنا هو الإسكيميا إسكيميا يعني نقص البلات اللي رايح للأورجل أو التش ممكن الإسكيميا دي تكون كومبيليت أو ممكن تكون برش يعني كومبيليت أو برش ممكن تكون صدن أو جفاد يعني ممكن تحصل مرة واحدة ممكن تحصل تدريجي إيه الأسباب بتاعت الإسكيميا إحنا عندنا ثلاث أسباب بص كده إحنا عندنا ثلاث أسباب في أسباب بتكون بداخل الوعاء الدموي أسباب داخل الوعاء الدموي اللي هو باللون الأحمر وفي أسباب في جضاف بتاع الوعاء الدموي وفي أسباب برغ الوعاء الدموي أسباب داخل الوعاء الدموي اللي هي باللون الأحمر دي زي مين زي مثلا السرومبوزوس والإمبوليزم اللي احنا يسه شرحنا اي اسباب بتكون في المنطقة دي كده اسباب ممكن تكون في الجدار ذات نفسه بتاع الوعاية دمه زي مثلا فازوزبازم يكتب لك ايه فازوزبازم يعني تشنج الاوعية بيصر كونتراكشن فتبدأ الاوعية دية ان الوعاية دمه ان هو ايه يغرب على بعضه كده يتسد يعني فيحصل نقص فيه البراط صبلاي اللي رايح للتشاء او الارجن او ممكن اسباب بره الوعاية دمه وخالص الاسباب ديت ايه ممكن اي ضغط ضغط من بره واحد مثلا ربط رباط كده كان متعوره بتاع رح ربط رباط على دراعه فاعمل يعني سدة كده للوعاية دمه وبالتالي كمية الدم اللي راح للارجن ده هتقل كده التلات اسباب يبقى يرسم الرسمة دي عندك يرسم الرسمة عندك بالشكل ده كده بالزبط وانت بتذاكر هتولا عنده اسباب في الوعاية دمه نفسه في اليومين عنده اسباب في الوع عنده اسباب من بره تعال كده نشوف تاني كوزيس انزال يومين اوف فيزل دي بسمها لك ليومينال اوبستراكشن زي سلومبوزس او امبوليسم كوزيس في الارتيريا في الوولز في الوولزات نفسه زي الاسرس كولورزيس يعني صلوب الشرعين نصر رحنا والفازوز بازم وكوزيس او اوتسايد زبلد فيزل تمام بعد كده الفاكتورز اللي بتحدد السيفيريتي بتاعت الاسكيميا في عوامل بتحدد شدة الاسكيميا هل الاسكيميا دي تقوية بما يكفي ولا ضعيفة العوامل دي اناتوميك باتر اناتوميك باتر يعني ايه تعال كده نشوف سواني اهي ان انا عندي مثلا هنا اورجان الاورجان اللي هو ايه بشكل مربع دي الاورجان دي رايح له بلات سابلال بلات سابلال اللي رايح له هل هي سنجل بلات سابلال يعني مثلا كده هوت اهو ده سنجل بلات سابلال فحصل هنا مثلا اسكيميا وبالتالي العضو دي رايح له تقصى انما لو كان رايح للأورجان ده هوت ضابل بلات سابلال يعني ادي فرعة هوت رايح له الاورجان واضي فرعة هوت رايح له الاورجان وبالتالي لو حصل سدة في الفرع ده هوت عاد الأورجن مش هتقصر لأن كده كده بيروح له دم في الفرع الثاني فخلاص فالشدة بتاعت الأسكيميا بتتحدد على حسب الأناتومي كالباتين هل الأورجن ده هو دي سنجل ولا دابل بلات سبلاي لو سنجل هيتقصر بشكل كبير لو دابل بلات سبلاي ممكن ما تقصرش أصلا تمام على حسب الناس اللي عندهم أنيميا وعندهم هايبوكسيا دول بيكونوا الاسكيميا عندهم شديدة شوي على حسب الطيب المزنقاي ملتشو مش بتتأثر زي من المزنقاي ملتشو زي مثل بون كارتليج مصل دي مش بتتأثر جامد بالاسكيميا النمار اللي بيتأثر جامد هي البارين كمالسلز اللي الخلايا الوظفية للأورجن تمام الخلايا اللي بتقوم بالوظفة بتاعته الأورجن أكتر أعضاء بتتأثر بالاسكيميا التلاتة دول بارين هارت كيدني بارين هارت كيدني حفظهم زي اسمك عليهم سؤال البرين والهارت والكيدني دول مور افكتن باي اسكيميا رقم أربعة يعني الاسكيميا ديت حصلت صدن مرة واحدة ولا تدريجي والله لو حصلت صدن ديت السيفيريتي بتاعتها هتكون أقوى من اللي حصلت جرادواء يعني هل السيدة ديت اللي حصلت في الوعي الدم وكانت سدت الوعي الدم وخالص ولا بارشي يعني مثلا سده نصه سده تلته ربعه يعني بل كومبيليت أكيد أقوى و يعني أخطر من البرشي يعني دي العوامل اللي بتحدد السيفيريتي بتاعت الليسكيميك إنجلي ديت يعني مش هتكون عندك سؤال يعني نادرا ما بتهجي ولكن انت عرفها على حسب الأنتوميك البتر على حسب الجنر الكونديشن الطيب افتيشو أفكتد في جيديتي أوف ديفولوجمينت هل هي صدن ولا جرادول وعلى حسب الديجوي وفاسكولا وإكليوجل هل هي كومبيليت ولا بارشي طيب إيه الإفكتز بتاعت الليسكيميا الليسكيميا ديت ممكن تأثر على الأورجان تعمل في إيه والله هي ممكن ما تأثرش خالص زي ما قلنا في حالة في حالة ممكن ما تأثرش تاني حاجة هي ممكن تعمل أي خلل والطربات في الوظيفة بتاعت الأورجان تالت حاجة يعني لو حصلت مثلا في أفترز مثلا دي ممكن تعمل خلاص احنا كنا الحمد لله خلصنا أول فيديو خلنا فيه سلمبوزيس وعرفنا يعني إيه والأسباب بتاعت السلمبوزيس خلنا فيه الأمبوليزم وعرفنا الطيبز بتاعت الأمبوليزم وخدنا الإسكيميا وعرفنا الأسباب والعوامل اللي بتحدد السيفيريتي والإفكتز بتاعتها اعرف الرسمة ديت أو ارسمها عندك خلاص ارسم الرسمة ديت عندك الأسباب فيه أسباب بداخل وعاية دموي فيه أسباب في الجدار نفسه في اسباب من بره. وعرف مثال لكل واحدة وخلاص كده. وكده الحمد لله خلصنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.